اصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم اخوكم محسن مرحبا بكم اصدقائي في هذا الفيديو الجديد فيديو اليوم اصدقائي لن يكون طويلا جدا فقط توضيح بخصوص طريقة الحصول على توكن التمر وكذلك توكن الخاص بالفنجان او توكن القهوة يعني بستفت الاشخاص كي يسولوني ما طلعش لهم هداك توكن يعني كي لطلع لي توكن وكي لي ما طلعش لي لكن الكل غادي حصل على توكن يعني فقط من خلال اللعب يعني لعب اي موض مهم اخوتينا غادي نشرح لكم كيفية الحصول وكيفية نزول هذا التوكن لكن قبل فكنت من اللي مازال مابوني فلاشين اتابونه وفعل جرس بش يوصلوا اي جديد من القناة ان شاء الله يعني جديد تسريبات جديد شروحات الى غير ذلك مهم لانه طيلة عليكم اكتر مشو مباشر للشرح الحادث وانما ليس الشرح الحادث فشرح الحادث يعني ديجا كنت حطيت لكم وديجا صرحت لكم الحادث يعني بجميع التفاصيل لكن يعني اليوم فقط طريقة الحصول على هذه التوكن وطريقة الحصول على هذه الجوائز بالنسبة الى احسن طريقة للحصول على هذه التوكن فهي لعب كلاش سكواد العادي ليس المصنف هي لعب كلاش سكواد العادي ستحصل على الكثير من التوكن سأريكم يعني طريقة النزول التوكن يعني التوكن سينزل بشكل عشوائي فقط بالنسبة التوكن التمر احتوي ممكن لك تحصل عليهم فقط من خلال من خلال كلاش سكواد يعني ماشي بدرورة تسنحش اليوم الضروة او يوم اخر يمكن لك يمكنك الحصول على جميع التوكن ابتداء من اليوم وما اخوتي كما تشوف هذه الصورة توضح طريقة نزل التوكن بعد كل مباراة ولا يهم يعني اخسرتي ولا ربحتي في المود يعني فقط يعني تقوم باللعب وستحصل على التوكن كل ما لاعبت اكتر تحصل على التوكن اكتر يعني شي جيد ورائع بالنسبة التوكن المدفع كدلك لمن لم يحصل بعد على التوكن المدفع فهو فحتى هو يمكن لك تحصل عليه فقط من خلال لعب مود كلاش سكواد او اي مود بغيتي انا فقط اوفضل كلاش سكواد العادي لانه سهل ويمكنك الحصول على الجوائز بسرعة مهم اخوتي حتى لنا وصلنا لنهاية الفيديو فكنت من الشرح يكون واضح نتمنى نكون يعني فتكم ووصلت لكم تكشي اللي يبغيشو اخوتي اه الى عزبك الفيديو ما تنساش تتير لايك 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 وبرتاجيه مع اصحابكم باش حتى هم ما يستفدوا وما تنسوش الدرالي ما زالوا مابوني فلاشين يتعابونه ويفعل الجرس يفعل يعني الزر الخاص بالجرس باش يوصلوا اي جديد يعني حطيتوا يوصلوا هو اللول مهم اخوتي اتش الله وفروسكم واطلقوا فيديو جديد ان شاء شكرا